موسيقى الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني موسيقى توجيهات رياسية بتقديم الدعم للشعب السوداني في ظل تداعيات أزمة السيول التي اكتاحت عددا من المناطق عشية اجتماع وزراء الخارجية العرب شكري يبحث مع نظره التونسي لعلاقات ثنائية ويؤكد دعم مصر الكامل لبلاده التسع مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرانيتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التليفزيون المصري فأهلا بكم موسيقى موسيقى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في دراسة تداعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادي لبلورة السيناريوهات المتوقعة بهدف التغلب على التحديات والحفاظ على المصاري الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالا سعيد لمتابعة تطور المؤشرات الاقتصادية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالا سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطور المؤشرات الاقتصادية وقد استعرضت الدكتور هالا سعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بالعديد من المتغيرات الدولية الحالية وعلى رأسها تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا موضحة أن مصر نجحت في تحقيق معدل نمو إيجابي مرتفع خلال العام المالي السابق 2021-2022 وذلك بالنظر إلى المصاري الآمن والمتوازن للاقتصاد المصري الذي اتبعته الدولة خلال الفترة الماضية والتماسك والصمود الذي أظهره في التعامل مع تلك الظروف والتحديات التي ألقت بظلال سلبية على النمو الاقتصادي العالمي مما أدى إلى طباط النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التضخم على مستوى العالم وكذا لارتفاع القياسي في أسعار الغذاء والطاقة كما تم في هذا الصدد عرض أبرز ملامح دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري فضلا عن أهم مساهمات قطاعات الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالية خاصة الصناعات التحولية والزراعة والتجارة والأنشطة العقارية والتشهيد والبناء وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في دراسة تدعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادية محلياً لبلورة السيناريوهات المتوقعة لضمان الحفاظ على المسار الإيجابية والمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني وللتغلب على أي تحديات من أجل استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادية وأضاف المتحدث الرسمي أن السيدة وزيرة التخطيط عرضت أيضاً تطور نشاط صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية منذ تأسيسه وحتى الآن وذلك لكونه أحد الأذرع الاستثمارية الرئيسية للدولة وكشريك للقطاع الخاص وذلك في مختلف المجالات الاستثمارية التي تشمل المرافق والبنية الأساسية والسياحة والاستثمار العقارية والخدمات المالية والتحول الرقمي والتعليم والصناعة مشيرة إلى أن كل مليار جنيه يستثمره الصندوق يساهم في جذب استثمارات للاقتصاد المصري بقيمة حوالي 5.4 مليار جنيه وفي هذا السياق اطلع السيد الرئيس على الخطة المستقبلية لصندوق مصر السيادي خلال عام 2023 لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من الصناديق السيادية الأخرى والمستثمرين الإقليميين والدوليين باعتبار أن ذلك يمثل أحد أهم الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها خاصة في قطاعات المرافق والبنية الأساسية ومحطات تحلية مياه البحر ومشروعات الهايدروجين الأخضر بالإضافة إلى قيام الصندوق بتأسيس صندوق فرعي للطروحات لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذات الإصدارات المتعددة وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الاقتصادية والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل سبول الدعم الممكنة للشعب السوداني الشقيق في ظل تداعيات أزمة السيول التي اكتاحت عدداً من المناطق بجمهورية السودان وقامت أجهزة الدولة بتسيير جسر بري يحتوي على مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية وطبية بإجمال 90 شاحنة نقل للأشقاء في جمهورية السودان وذلك ضمن جسر بري متواصل مع جمهورية السودان الشقيق وجاء تسيير الجسر البري بتوجهات من الرئيس السيسي للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء وتأكيداً على عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام لكل الجانبين تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة إلى السيدة ليستراس على اختيارها رئيسة للحكومة البريطانية متمنياً لها وافرة توفيق في أداء مهمتها الجديدة وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه للعمل والتعاون مع رئيسة الوزراء الجديدة ترصيخاً لما سيرت العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وبريطانيا لما فيه صالح الشعبين ولأمن واستقرار وسلام العالم كما توجه الرئيس السيسي بالشكر لرئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون على ما قام به لصالح دعم العلاقات المصرية البريطانية ولدوره في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين متمنياً له موفور السداد فيما هو قادم كانت ليستراس قد فازت بزعمة حزب المحافظين البريطاني الحاكم بعد حصولها على 57.4% من الأصوات بذلك تصبح رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة خلفاً لبوريس جونسون سوف أحكم أصدقائي كمحافظة وسوف نبرهن أننا سوف نفي بعيدنا على مر العامين الماضيين سوف يكون هناك خطة جامحة لنمو اقتصادنا وخفط الضرائف وسوف أتعامل مع أزمة الطاقة وفواتير الطاقة وأيضاً أتعامل مع المشكلة المتعلقة بإمدادات الطاقة وسوف أعمل على خطة الرعاية الصحية الوطنية وحسمت ليز تراس السباق المنافسة على زعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا بعد منافسة مع وزير الخزانة السابق ريشي سونك ووعد تراس خلال حملته الانتخابية بزيادة الإنفاق الدفاعي وخفض الضرائب وزيادة إمدادات الطاقة في سن التاسعة لعبت ليز تراس دور رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارجريت تاتشر في إحدى المسرحيات المدرسية وتذكرت تراس دورها في المسرحية في عام 2018 وقالت إنها انتهت الفرصة وألقت خطاباً صادقاً في الاجتماع الانتخابي وأشارت إلى أن الأمر انتهى بها إلى عدم الحصول على أي أصوات حتى إنها لم تصوت لنفسها أبصرت ماري إليزابيس تراس النورة في مدينة تكسفورد عام 1975 وانتقلت مع العائلة إلى سكتلندا عندما كانت في الرابعة من عمرها ثم انتقلت فيما بعد إلى مدينة ليدز حيث التحقت بمدرسة ثانوية حكومية في حي روندهاي قبل أن تلتحقت تراس بإجامعة تكسفورد حيث درست الفلسفة والسياسة والاقتصاد ثم قررت الانتقال إلى صفوف حزب المحافظين بعد التخرج عملت ليز تراس محاسبة في شركة شيل النفطية العملاقة وغيرها من الشركات الخاصة وبعد ذلك ترشحت عن حزب المحافظين في الانتخابات العامة لعام 2001 لكنها خسرت الانتخابات في هذا العام وفي 2005 أيضا الطموحات السياسية لدى تراس لم تتراجع فقد تم انتخابها عضوا في مجلس بلدية جرينيتش في لندن عام 2006 ثم وضعها زعيم حزب المحافظين السابق ديفيد كاميرون على قائمة ألف للمرشحين الذين يحظون بأولوية الترشيح في انتخابات عام 2010 وتم اختيارها للترشح عن المقعد الآمن للحزب في جنوب غرب النورفولك الذي فازت به بأكثرية 13 ألف صوت وفي سبتمبر من عام 2012 دخلت الحكومة كنائبة لوزير التعليم ثم أصبحت وزيرة للبيئة في عام 2014 وفي عام 2016 أصبحت ليزي تراس وزيرة العدل في عهد رئيسة الوزراء تريزا مي وانتقلت في العام التالي لشغل منصب نائب وزير الخزانة وبعد أن أصبح بوريس جونسون رئيسا للوزراء في عام 2019 انتقلت تراس إلى منصب وزيرة التجارة الدولية قبل أن تحظى في عام 2021 بالانتقال إلى واحدة من أرفع الوظائف في الحكومة بتوليها منصب وزيرة الخارجية عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا بشأن بحث وضع آليات تحفيز المشروعات الصناعية المحددة وأكد مدبولي أن الاجتماع يهدف إلى وضع آليات لتحفيز المشروعات الصناعية التي تستهدفها مصر في صناعات وأنشطة اقتصادية محددة لتشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على المشاركة فيها وضف أنه في ظل أزمة الطاقة العالمية حاليا يجب أن تتعاون وزارة التجارة والصناعة مع هيئة الاستثمار لجذب صناعات المستهدفة لتوطينها بمصر وزيادة الاستثمارات الأجنبية مشددا على ضرورة التركيز على صناعات المطلوبة لدينا التي نضطر لاستيرادها كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة الاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة وفق توجيهات الرئيس السيسي بهذا الشأن مع استكمال مختلف جوانب المنظومة الجمركية الجديدة جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لاستعراض مستهدفات الموازنة العامة للدولة وتوفير التمويل اللازم للسلع الاستراتيجية والاحتياجات الأساسية للمواطنين وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وخلال الاجتماع تم استعراض تنفيذ التكلفات الرئاسية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتدبير التمويل اللازم لحزم الحماية الاجتماعية الجديدة للفئات الأكثر احتياجا شهد الفريق أول محمد ذكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم تكريم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المحققين لإنجازات رياضية على المستوى المحلي والدولي لجهاز الرياضة للقوات المسلحة وأوائل الدور الرياضي للقوات المسلحة للعام التدريبي 2021-2022 شهد الفريق أول محمد ذكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم تكريم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المحققين لإنجازات رياضية على المستوى المحلي والدولي لجهاز الرياضة للقوات المسلحة وأوائل الدور الرياضي للقوات المسلحة للعام التدريبي 2021-2022 وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية والنقاد والرياضيين ونجوم الرياضة والإعلام بدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي من إعداد إدارة الشؤون المعنوية تناول نشأة وتاريخ جهاز الرياضة للقوات المسلحة مروراً بالإنجازات التي حققها أبطاله ومساهمتهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية ورفعة راية الوطن وألقى اللواء أركان حرب حسام خدر رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة كلمة أكد خلالها أن ما حققه لعب جهاز الرياضة للقوات المسلحة من إنجازات مشرفة لمصر يأتي نتيجة للدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بالمنظومة الرياضية والاهتمام ببناء قائدة من الأبطال الرياضيين وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والأبطال الرياضيين الحاصلين على الميداليات بدورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر وهران 2022 ولعب ولعبات أندية المؤسسات العسكرية ونادي طلائع الجيش المشاركين في مختلف البطولات الدولية والإفريقية والعربية والدور الرياضي للقوات المسلحة للعام التدريبي 2021-2022 ونقل الفريق أول محمد زكي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للأبطال الرياضيين وللأجهزة الرياضية والإدارية مؤكدا اعتزازه بأبناء هذا الجيل من العسكريين وما حققوه من إنجازات رياضية عالمية وإفريقية وعربية أكدت قدرة المصريين على تخطي الصعاب مشيرا إلى أن الشباب هم مستقبل الأمة وحاضرها المجيد بما يمتلكونه من مواهب وطاقات متجددة وأكد القائد العام للقوات المسلحة على أن الرياضة تعد من أفضل القيم الإنسانية التي تهذب النفوس وترتقي بالأخلاق وتحقق التقارب بين الأمم والحضارات وأنها تجسيد حقيقي للعزيمة والإصرار والإرادة القوية وأن القوات المسلحة تتسعى دائما لإنشاء منظومة رياضية متكاملة داخل القوات المسلحة لتأهيل البراعم الرياضية من خلال المدارس العسكرية الرياضية فضلا عن التعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة وغيرها من الصروح الرياضية نظمت القوات المسلحة زيارة إلى مقر الكلية الحربية لوفد من متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وأكد مدير الأكاديمية العسكرية اللواء أشرف زاهر حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل وذلك لبناء أجيال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة في كافة المجالات العسكرية والمدنية نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروع تدريب العملي المشاركة لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظات البحر الأحمر والبحيرة والإسكندرية تضمن مشروع تدريب عرض تقارير مدير الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للوقوف على مدى جهزيتهم لمجابهة المواقف الطارئة كما تم المرور على استفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظات ومعسكر إيواء عاجل ومستشفى العزل الميداني للتأكد من صلاحياتها الفنية ومدى جهزيتها وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الإدجار وترويج المواد المخدرة وتمكنت على مدار شهر من تحقيق نتائج إيجابية كبيرة في هذا الإطار تواصل أجهزة وزارة الداخلية تصديها الحاسم لجرائم جلب والإدجار وترويج المواد المخدرة محققة نجاحات كبيرة في هذا المجال وقد تمكنت على مدار شهر من ضبط 5941 قاضية مواد مخدرة نجحت خلالها في ضبط قرابة طن و234 كيلو جرام من مخدر البانجو وكمية من مخدر الحشيش تزن قرابة طن كما نجحت في ضبط نحو 165 كيلو جرام من مخدر الهروين ونحو 46 كيلو جرام من مخدر القات وقرابة 74 كيلو جرام من مخدرات الشاب والفود والاستروكس وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة نجحت في ضبط نحو 92 ألف كورس مؤثر على الحالة النفسية والعصبية وأكثر من 37 ألف كورس لعقار الترامدول المخدر ونحو 20 ألف كورس لعقار الكبتاجون وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب109 ملايين جنيه كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط سلاس قضايا غسل أموال بقيمة إجمالية بلغت قرابة 62 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تسعة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان النتائج الإيجابية المحققة في إطار المواجهات الفاعلة لجرائم الإتجار في المواد المخدرة تؤكد على احترافية الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الجرائم وضبط مرتكبيها بما يحافظ على المجتمع من تداعيتها وآثارها السلبية واصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 418 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 122 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط أكثر من 26 طن كما تم ضبط قرابة 96 طن بمجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية أما في مجال قضايا المخابس فقد تم ضبط 719 قضية من بينها 61 قضية خبز ناقص الوزن و87 قضية خبز غير مطابق للمواصفات تتواصل فعليات مبادرة كلنا واحد في مرحلتها الثالثة والعشرين والتي أطلقتها وزارة الداخلية منذ الأول من الشهر الجاري تستمر الفعاليات على مدار شهر لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة ومناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد وسط إقبال كبير من المواطنين تتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد في مرحلتها الثالثة والعشرين برعاية الرئيس الجمهورية والتي أطلقتها وزارة الداخلية منذ الأول من الشهر الجاري وتستمر على مدار شهر لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد الأسعار هنا مناسبة جدا تمام بين الأسعار في الأماكن التانية برى المبادرة المبادرة دائما بتوفر أسعار في جميع الاحتجاجات من سجاد من أدوات منزلية تمام من أدوات مدرسية من مواد غزائية كل ده بتوفر المبادرة هنا كل العائلة بتبعى موجودة هنا عندنا على طول في المبادرة متخفف طبعا العب للأفراد العيلة طبعا مع ثلاثة وأربعة فيه فرق كبير وتوفير كتير يعني لأدوات المدرسة يشارك في هذه المرحلة 38 كيانا وسلسلة تجارية و 814 منفزا فضلا عن وجود 6 معارض رئيسية و 17 معارضا فرعيا بالشوارع والميادين الرئيسية جمعوها موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بدأنا نوفر رؤلاء الأمور شنط المدارس بجودة قويسة وشعر مناسب جدا أقل من نفسهم بره بدأنا نوفر الأقل المكتبية كلها كتب وكشكيل وإلام ومساطر كل حاجة بيعوزها التلميذ موجودة متواجدة عندنا لحد الزي المدرسي لحد الشنطة لحد الكوتش لحد الأقل المكتبية كلها بتاعت المدرسة بيتخاف في العبء عن الحاجة اللي برا بالنسبة للبرا لا السعر هنا كويس جدا عن البرا وقد شاد المواطنون بتخفضات المبادرة وبالجودة العالية للسلع المعروضة وبالجهد الذي تبدله وزارة الداخلية والتي اعتادت مع بداية كل عام دراسي أن تسهم في رفع الأعباء عن كهل أولياء الأمور هنا المنتجات مخفضة عن السلع اللي برا وهنا الأسعار المناسبة عن الأمكان اللي برا طبعا والهيبر دم وفرنا كل حاجة وبأسعار مخفضة عن الهيبرات اللي برا أسعارهم كويسة والعروض عندهم كتير فعلا فيه منتجات كتير جدا ما رمول عليها عروض كويسة جدا مكرنة بهيبرات أخرين بالتوازي مع انطلاق المرحلة الثالثة والعشرين من المبادرة تواصل وزارة الداخلية توفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع تحت مظلة مبادرة كلنا واحد بتخفيضات تصل إلى 60% اطلاق وزارة الداخلية للمرحلة الثالثة والعشرين من مبادرات كلنا واحد بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد مع الاستمرار في توفير السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 60% عبدالله بركات التلفزيون توفر مبادرة كلنا واحد في فعلياتها الثالثة والعشرين من خلال ثمانمائة واربعة عشر منفذا كل ما يحتاجه المواطنون من المستلزمات المدرسية المختلفة المبادرة تشمل ستة معارضة رئيسية وسبعة عشر معارضا فرعيا على مستوى الجمهورية وبتخفيضات تصل إلى ثلاثين بالمائة مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد يجد المواطن هنا ما يحتاجه من المستلزمات المدرسية المختلفة حيث توفر مبادرة كلنا واحد في فعلياتها الثالثة والعشرين كل هذا من خلال ثمانمائة واربعة عشر منفذا وستة معارض رئيسية وسبعة عشر معارضا فرعيا على مستوى المحافظات وذلك بتخفيضات تصل إلى ثلاثين بالمائة سيادتك المبادرة لهذه المرة لمرحلة الثلاثة والعشرين لها طابع خاص دخول المدارس ماشتركين ومنظمين جميع السلع المدرسية سيادتك من كل حاجة بالسلع المدرسية كلنا واحد ما بتسيبش المواطن في أي حاجة واحد نهائي كلنا واحد شاركت بالغذاء شاركت بأدوات المنزلية كل مناسبة بتشارك بيها معنا في الأدوات المنزلية خصومات من خمسة وعشرين لستين في المائة الغذاء يا فندم برضو متوفر الحمد لله والخصومات فيه من خمسة وعشرين لستين في المائة احنا أول مرة نشارك في المبادرة احنا عندنا الأسعار بتبدأ من عشر جنيه في التشارتات لحد مية جنيه الأسعار أنا ما كنتش متخيلة الحاجات الجميلة دي بصراحة من المستلزمات اللي هي اللانش بوكس والكلام ده والأحزية والملابس المدرسة سلع غذائية بكافة أنواعها وأشكالها مما يحتاجه المواطن يوميا حيث تصل نسبة التخفيض بها إلى ستين بالمائة عن مثلتها بالأسواق وذلك بالتنصيق مع السلاسل التجارية وهو ما جعل إقبال المواطنين كثيفا الحمد لله في المبادرة من حالات عشرين قدرنا نوصل للمواطن البسيط قدرنا في موضوع السلعة الغذائية نوصل لأقل سعر وعلى منتج في أعلى جودة عندنا خصومات بتصل إلى 50% في جميع الأقسام زي قسم الكوتش فيه حاجات عندنا كوتشهاب بتصل إلى 50% عندنا برضو في الأدوات المدرسية شونط عليها خصومات بتصل إلى 50% اشتريت تشريتات واشتريت شونط وأخويا هيك إن شاء الله يشتري أدوات مدرسية والمكان بشامل أغزاء كثيرة من الحاجات التي نشتريها مبارا مبادرة كلنا واحدة التي تنفذها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي إمانا بدور الوزارة في المشاركة المجتمعية الفاعلة لتوفير احتياجات الأسرة المصرية مع بدء العام الدراسي الجديد وتستمر فعليات هذه المبادرة لمدة شهر سالي سالمة التلفزيون المصري استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر إقامته بالقاهرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط واستمع أبو الغيط لرؤية عباس للأوضاع الفلسطينية الراهنة في ضوء الجمود الذي يعتري المسار السياسي كما أكد أبو الغيط أن الجمود في المسار السياسي ينبر بأسوأ العواقب وأن إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يعد مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط أكد وزير الخارجية سامح شكري على الدعم المصري لتونس بالخطوات التي تتخذها نحو الاستقرار والتنمية وتحقيق تطلعات الشعب التونسي الشقيق جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية نظيره التونسي عثمان الجراندي وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن اللقاء تناول سبلات عزيز العلاقات التنائية بين البلدين ودفعها قدما بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين يأتي ذلك عشية اجتماع للجامعة العربية بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية لبحث مختلف قضايا لعمل العربي المشارك وعدد من القضايا على رأسها القضية الفلسطينية أكد وزير الخارجية سامح شكري استمرار دعم مصر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا وما تقدمه من خدمات أساسية وضرورية للاجئين الفلسطينيين جذلك خلال استقبال سامح شكري للمفوض العام للوكالة فيليب لازاريني حيث تم استعراض الجهود المصرية المتواصلة لحجد الدعم السياسي والمادي الدولي لها من جانبه أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حرصه على التنصيق مع مصر فيما يتعلق بأنشطة الوكالة وسبل تعزيز الدعم الدولي لها اختتمت ثاني جلسات الحوار الوطني العراقي الذي جاء بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاذبي أكد بيان الحوار الوطني أهمية تحمل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار ومنع التصعيد والعنف وتبني الحوار الوطني للتوصل إلى حلول مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني بالإضافة إلى تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لوضع الرؤى والأفكار المشاركة حول خارطة الطريق للحل الوطني وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات وإعادة النظر في المفوضية التاسعة مازالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها ألمانيا تعلن الإبقاء على محطتين نوويتين كمصدر حوامودس تؤكد أن انقطاع تدفق الغاز الروسي قد يؤدي للكود أكد رئيس الفرنسي إيمانويل ماكران أن باريس مستعدة لتسليم ألمانيا المزيد من الغاز لتأمين الكهرباء جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الفرنسي حول أزمة توريد الغاز وأضف ماكران أن تخزين الغاز بمقدمة تأولويات بلاده لتجاوز نقص الإمدادات الروسية موضحا أن باريس تؤيد شراء الغاز بشكل مشرك بأوروبا كما دعا ماكران الفرنسيين إلى ترشيد الطاقة بنسبة 10% لتجاوز الأزمة أعلنت الحكومة الألمانية الإبقاء على اثنتين من محطاتها النووية الثلاث المتبقية متاحتين لإنتاج الكهرباء وأوضحت الحكومة أن المحطتين الواقعتين في جنوب البلاد يمكن استدعاؤهما حتى أبريل 2023 للمساعدة في نقص محتمل للكهرباء هذا الشتاء كان من المقرر إغلاق المحطات الثلاث بحلول نهاية ديسمبر المقبل وأشارت الحكومة الألمانية إلى أن القيود في تسليمات الغاز الروسي تبرر الإبقاء على المحطتين كإجراء احتياطي من شأنه إتاحة إمدادات من الغاز للقطاع الصناعي وتدفئة المنازل أعلنت وكالة مودز للتصنيفات الإتمانية أن انقطاع تدفق الغاز الروسي قد يؤدي لركود شديد ومزيد من التدخم بمنطقة اليورو في غضون ذلك أكدت الرئاسة الروسية أن وقف إمدادات الغاز الروسي نحو ألمانيا عبر خط نورد سريمد استراتيجي جاء نتيجة العقوبات الغربية وأوضح المتحدث باسم الكراملين دماتري بسكوف أن التوقف نابع من خطأ ارتكبته الدول الغربية مشيرا إلى أن العقوبات تحول دون تأمين صيانة البناء التحتية لإمدادات الغاز أزمة الطاقة والتدخم في بريطانيا لها العديد من التدعيات والتي طالت قطاع التعليم في البلاد حيث تواجه المدارس أزمة بالتدفئة خلال فصل الشتاء يأتي ذلك فيما يجب على المدارس أن تمول زيادة رواتب موظفيها بنسبة 5% بسبب تسارع التضخم في مواجهة الارتفاع الشديد في كلفة الطاقة يزداد الوضع صعوبة على المدارس الحكومية البريطانية تسمح بتجنيب التلاميذ البرد الذي قد يضطرهم لارتداء معاطفهم خلال الدروس في الشتاء المقبل وتعاني المملكة المتحدة من تضخم تخطى العشرة في المائة وهو المستوى الأعلى بين دول مجموعة السبع فيما من المتوقع أن يزداد الوضع سوءا في ظل الزيادات المتوقعة في أسعار الطاقة وفي حين تبدو الأسر محمية بصقف سعر تفرضه السلطات العامة سيزيد بنسبة 80% في أكتوبر في الوقت نفسه لا يوجد أي إجراء مشابه يتعلق بالشركات والمؤسسات العامة وبعد عامين طغت خلالها جائحة كورونا على العودة المدرسية بات على مدير المدارس الآن التعامل مع أزمة جديدة في ظل ميزانيات جرى تحديدها قبل الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة ويأتي ذلك فيما يجب على المدارس أن تمول زيادة رواتب موظفيها بنسبة 5% أعلنت عنها الحكومة هذا الصيف من دون مساهمة إضافية منها قال المعهد الوطني للإحصاء بتونس إن معدلة تضخم السنوي ارتفع إلى 8.6% بالشهر أغسطس الماضي من 8.8% في يوليو كان البنك المركزي التونسي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 7% بمايو من 6.25% من أجل احتواء التضخم أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن جميع المحاولات للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية باءت بالفشل بسبب موقف كييف وخلال منتدى البيئة لشباب روسيا اتهم بوتين السلطات الأوكرانية بشأن أعمال وصفها بالعدائية بمنطقة دونباس مشيرا إلى أن المنطقة شهدت عمليتين عسكريتين كبيرتين بالأسلحة الثقيلة وأضف أن الأعمال العدائية لا زالت متواصلة بالمنطقة وأشدد الرئيس الروسي على أن مهمة موسكو هي حماية المنطقة ومساعدة قاتلها قال الرئيس الأوكراني فلادومير زينسكي أنه ناقش نتائج بعثة الوكالة الدولية للطاقة الدرية لمحطة زابوريجيا النووية مع نظيره الفرنسي إمانيويل ماكرون وأوضح زينسكي أنه أطلع ماكرون على الوضع في الجبهة ومسار مواجهة القوات الروسية مشيرا إلى أنه تم تنصيق المزيد من الدعم الدفاعي من فرنسا قالت وزيرة الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إن زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الدرية إلى محطة زابوريجيا قللت من احتمال التطور الوضع للسيناريو الأسوأ وأكدت المسؤولة الفرنسية أنه لا أحد بأوروبا يريد قوع حوادث في منشآت نووية مشيرة إلى أن بلادها تعتبر أنه من المهم الحفاظ على حوار متعدد المستويات أعلنت شركة أوكرانية حكومية فصل آخر مفاعل يعملوا بمحطة زابوريجيا عن شبكة الكهرباء الأوكرانية وقالت الشركة أنه تم إغلاق المفاعل رقم 6 وفصله عن الشبكة وذلك بسبب حريق اندلع إثر القصف وألحق أضرارا بخط كهرباء يربط هذه الوحدة بالشبكة الأوكرانية وقع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا اتفاقا يشمل تقديم مساعدة قدرها يصل إلى 500 مليون يورو ومن المقرر أن تكرس مساعدة لإسكان النازحين وتعليمهم إلى جانب الزراعة هذا وقد أعلنت هذه المساعدة الجديدة على هامش اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ببروكسل شارك فيه رئيس المزراء الأوكراني داناس شيمكالي أفادت وزارة الدفاع التايوانية أن طائرتين مقاتلتين صينيتين عبرتا الخط الأوسط لمضيق تايوان الذي يعمل عادة كحاجز غير رسمي بين الجانبين وأوضحت الدفاع التايوانية أنها رصدت 17 طائرة صينية وأربع صفن صينية تعمل حول تايوان فيما تواصل بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة أعلنت وزارة الدفاع التايوانية بدأ مناورات دورية بالدخيرة الحية بهدف اختبار القدرات القتالية لوحدات من جيشها وقال متحدث باسم الوزارة أن هذه المناورات التي تعقد كل ثلاثة أشهر سوف تستمر لمدة أسبوع وذلك بهدف اختبار القدرات القتالية لمختلف وحدات المشاء والمدرعات والهجوم بالمروحيات على سلم التصعيد مع الصين بدأت تايوان اليوم مناورات دورية بالدخيرة الحية بهدف اختبار القدرات القتالية لوحدات من جيشها المناورات هي الثانية لتايوان منذ أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيولوسي ثاني أبرز مسؤولة أمريكية البلاد في أغسطس الماضي وهي الزيارة التي أغضبت بكين ودفعتها لإطلاق أهم مناورات عسكرية بتاريخها حول الجزيرة تأتي المناورات بعد يومين من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها واحد وواحد من عشر مليار دولار لتايوان في محاولة لتعزيز دفاعتها وسط تصاعد التوتر مع الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها الصفقة بين واشنطن وتيبيه تشمل ستين صاروخا من طراز هاربون قادرة على إغراق سفن حربية ومئة صاروخ قصير المدى من طراز سيد ويندر قادرة على اعتراض صواريخ أو طائرات بدون طيار وعقد صيانة لنظام الرادارات التيوانية الصين تراقب عن كثب المناورات التيوانية إضافة إلى توعودها باتخاذ إجراءات مضادة إذا لم تتخلى الولايات المتحدة عن الصفقة الجديدة لبيع أسلحة لتايوان مؤكدة أن بكين ستتخذ بحزم إجراءات مضادة تعتبرها مشروعة وضرورية في ضوء الوضع المستجد عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه الخامس بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة أسادس من أكتوبر شهدت الجلسة إعداد الملفات والموضوعات التي ستناقش بالجلسات القادمة للحوار وتحديد المواعيد المقررة لها فضلا عن اختيار أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاول الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية كذلك اللجانة الفرعية الخمس عشرات المنضطقة عنها الجلسة كانت بشكل حقيقي عاصفة ومهمة ركزت على اختيار المقررين والمقررين المساعدين في السلاس لجانة الرئيسية اللجنة السياسية اللجنة الاقتصادية أو المحور السياسي المحور الاقتصادي المحور المجتمعي ثم اللجان السلاسة التي تندرج تحت المحور السياسي تم اختيار في كل منهم المقرر والمقرر المساعد ربما تسأل البعض لماذا لم تكتمل اختيارات المقرر والمقرر المساعد في باقي اللجان أو المحاور الاقتصادية والمجتمعية وأقول أن هذا يأتي نتيجة أنه اختيار الأسماء يتم وفقاً لبحث وفقاً لعمق وفقاً لدراسة وفقاً لكفاءة نحن أمام اختيارات تتعلق بمقرر ومقرر مساعد يقوم مهمتهم القيام بإدارة والإشراف على إدارة النقاش في الجلسات الرئيسية ومن ثم يجب أن يكونوا ملمين أو كل منهم ملم بالموضوع على الذي يكون محل نقاش له بصمته ولها خبرته ومشهود له بالكفاءة والنزاهة كان الهدف إحداث توازن مطلوب بنقال حوار المختلفة عشان ما يبانش أن فيه فريق أو جزء طغى على جزء فكان اختيار المقررين المقررين مساعدين يعني خد شوية وقت في الكلام فاخترناهم بالنسبة للثلاث محاور الرئيسية اللي هو المحور السياسي ومحور الاقتصادي ومحور الاجتماعي اخترنا مقرر ومقرر مساعد لكل محور ثم اللي جان الفراعية في المحور السياسي انتهينا منها فخلصنا مقرر ومقرر مساعد لجنة الحقوق السياسية ولجنة حقوق الإنسان والحرارات العامة ولجنة المحليات وأنا استكمل بقى بقى اللي جان النهاردة كانت جلسة ذاتها حيثية خاصة جدا فهي الجلسة الخامسة وتعتبر بداية نهايات الجلسات الإجرائية ككل احنا الجلسات الأربع اللي قبل كده اللي خدنا بعدها مهل التشاور لمدة تقريبا مشاه النهاردة كنا قدام اختيارات مهمة جدا بيترتب عليها عمل اللي جان الفراعية والمحاور الرئيسية بالنسبة لمن سيديروا هذه اللي جان طبعا خدنا وقت طويل لكان لازم يحدث توافق كان لازم يبقى في اللي جان كلها معنى للتعددية والتنوع وأهمية ان يبقى فيه التنوع ده النهاردة طبعا كان يوم حافل ويوم طويل يعني ان احنا كنا النهاردة بنحسن عدد من القضايا المهمة وهي اختيار القائمة الخاصة به السادة المقررين والمقررين المساعدين للمحاور التلاتة المحور السياسي والمحور الاتماعي والمحور الاقتصادي ويمكن كان فيه قاعدة بيانات كاملة يمكن كان اصلا المجلس الامناء وتبقى الليحته كان من ضمن اختصاص المناصق العام انه هو يختار المقررين ومقررين المساعدين ولكن المناصق العام الدكتور ديارة شوان بمساعدة الامان الفنية اعرضوا على المجلس الامناء بكامل هيئته قائمة كبيرة بأسماء مرشحة من جهات عديدة وسواء احزاب سياسية او مجتمع مدني او منظمات داخلية فيه كان عندنا قاعدة قوية جدا بيهمنا في المعايير اللي كانت قدامنا معايير موضوعية وهي طبعا الخبرة والقدرة على ادارة الحوار ودي كلها الوصف التفصيلي للمقرر او المقرر المساعد يكون الشخص مقبول له خلفية له رؤية قادر على ادارة الحوار دي كلها معايير كلنا حطينها فيه طبعا فيه اسماء روعي فيها طبعا التمثيل المرأة تمثيل الشباب مجلس النواب خبرات سياسية خديمة سابقة في اطار مبادرة حياة كريمة انطلقت قافلة طبية بقرية بني سلامة بمركز منشأة القناطر بالجيزة يأتي هذا بالتعاون بين وزارة الصحة ومؤسسة حياة كريمة وقد تواصلت على مدار يومين وضمت ثمانية تخصصات طبية مع تقديم خدمات الكشف وصرف العلاق بالمجان وذلك في اطار التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي شهدت قرية السعادية البحرية بمركز كفر سعد بدميات انطلاق فعاليات مبادرة حياة كريمة الثقافية تضمنت الفعاليات مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالإضافة إلى تدشين مركز لاكتشاف الموهبين في مجالات التمثيل والشعر والموسيقى والعزف والغناء بنقدم حاجات كتير جدا على المستوى الثقافي الهدف هو الارتقاء بمستوى المعيشي للمواطن المصري وكمان الارتقاء بالمستوى الفكري كمان فبجوار بناء الأسمنتي والحجري لازم كمان بنبني الوقول المصرية بنقدم للقرة المحرومة دي أنشطة كتير جدا بشكل يومي ده شيء عظيم والله بالنسبة لحياة كريمة ودخلها قرة السعادية البحرية وشيء عظيم ومبادرة عظيمة من السيد رئيس الجمهورية ونحمد ربنا أن حياة كريمة دخلت السعادية البحرية وطورت شيء كبير من السعادية البحرية استمتعنا بالأنشطة الموجودة هنا أنشطة جميلة حين بنشكر فخامة الرئيس السيسي على مشروع حياة كريمة كلنا ده أنه حقق حلم الملايين في تحسين شبكة الصرف الصحي وكذلك تحسين شبكة الكهرباء ووصول الغاز إلى المنازل ده كان حلم الملايين نتمنى أن على خير يتم هذا المشروع نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الجميلة دي مبادرة حياة كريمة أنها خدمت البلد والبلاد اللي حولينا كلها وهذا المشروع للصالح العام وخدم ناس كتير في البلد والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة نعم تقدمها لنا فاطمة خليم إليك فاطمة شكرا رغضة أبو ليلة شكرا محمد عبد أهلا بكم مشاهدين وجولة اقتصادية جديدة أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالنهوض بالصناعة الأثاث باعتبارها من الصناعة كثيفة العمالة التي تتمتع مصر فيها بميزات تنفسية جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع سوزانا تشوندورسكي الممثل الإقلمي لللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لشمال أفريقيا التي أكدت المسؤولة الأممية تحرص اللجنة الاقتصادية على تقديم كافة أشكال الدعم للنهوض بصناعة الأثاث في مصر والبناء على الجهود والنتائج التي حققتها مصر في هذا القطاع بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب مع نائب رئيس مجلس إدارة إحدى مجموعات شركات المنتجات الغذائية خطط المجموعة للتوسع في السوق المصرية شهد اللقاء تباحث حول أفضل الأنظمة الاستثمارية التي يمكن تنفيذ مشروعات من خلالها لتحقيق أقصى فائدة للاقتصاد المصرية وأشار عبد الوهاب إلى أن المجموعة تخطط لإضافة خطوط إنتاج جديدة باستثمارات تقدر بنحو 26 مليون دولار وذلك لتعميق تواجدها في قطاع الصناعات الغذائية في مصر بالإضافة إلى استهداف أسواق خارجية جديدة لتصدير منتجاتها نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما يتردد من أنباء بشأن رفض استقبال شحنات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج نتيجة مخالفتها لشروط ومعايير السلامة الصحية وأكد المركز الإعلامي جودة وسلامة كافة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج ومطبقتها للاشتراطات والمعايير الدولية لجودة الصدرات حيث تقضع للفحص والرقابة من قبل الحجر الزراعي المصري من خلال صحب عينات منها وتحليلها بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات للتأكد من سلامتها ومطبقتها للمواصفات المتبعة عالميا وإلى أسواق المال حيث أنهت البرصة التعملات على اتفاع جماعي للمؤشرات للجسد الثانية على التوالي مدفوعة بعملات شراء من المتعاملين المصريين وسط دولات مرتفعة اتفع رأس المال السقي بأكثر من 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695 مليار و314 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فتح مؤشر إي جي أكس لثلاثون عند مستوى 9996 نقطة متفع بنسبة 81 من 100% ليغلق عند مستوى 10177 نقطة كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط إي جي أكس 70 متساوى الأوزان عند مستوى 2188 نقطة متفع بنسبة 62 من 100% ليغلق عند مستوى 2233 نقطة فتح مؤشر إي جي أكس 100 متساوى أوزان عند مستوى 3138 نقطة ليصعد بنسبة 82 من 100% ليغلق عند مستوى 3204 نقاط إلى أسواق العملات حيث تبانت أسعار العملات تمام الجنيه المصري لسجل الدولار الأمريكي نحو 19 جنيه و 18 قرشا للشراء و 19 جنيه و 25 قرشا للبيع أما بالنسبة لسعر اليورو فوصل سعره إلى 19 جنيه و قرشين للشراء و 19 جنيه و 10 قروش للبيع بالنسبة لسعر الجنيه الاستليني وصل سعره إلى 22 جنيه و 3 قروش للشراء و 22 جنيه و 12 قرشا للبيع أما عن أسعار العملات العربية وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات و22 قرشا للشراء و5 جنيهات و24 قرشا للبيع بالنسبة لسعر أريال السعودي وصل سعره إلى 5 جنيهات و10 قروش للشراء و5 جنيهات و12 قرشا للبيع في أسواق المعادن النفيسة استقارت أسعار الذهب العالمية لتسجل نحو 1711 دولار للأقية محليا سجل عيار الذهب 18 نحو 953 جنيه أما بالنسبة لعيار 21 فوصل سعره إلى 1110 جنيهات أما عنيار 24 وصل سعره إلى 1225 جنيه بالنسبة للسعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 8880 جنيه في أسواق البترول العالمية أغلقت أسعار النفط مرتفعة حوالي 3% مع اتفاق أعضاء مجموعة أوبيك بلاس على خفض الإنتاج وارتفعت العقود الأجلة لخام القياس العالمي مازيك كرينت بنسبة 92 من 100% مسجلة نحو 95 دولار و74 سنت للبرميل عند التسوية كما صعد خام غارب تاكسس الوسيط الأمريكي عند التسوية بنسبة 22 من 100% مسجلا نحو 88 دولار و85 سنت للبرميل كذلك ارتفعت أسعار المزوط العالمي بنسبة 3.16 من 100% لتصل إلى 3 دولارات و69 سنت للتر في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبعي بنسبة 66 من 100% لتسجل نحو 8 دولارات و72 سنت لكل مليون واحدة حرارية وفقت أوبك بلس التي تضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك وحلفاء آخرين على خفض إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا تعزيز الأسعار التي تراجعت بسبب المخاوف من التباطئ الاقتصادي في قدود ذلك قال نائب رئيس الوزراء الروسي أليكساندر نوفاك إن موسكو قررت تعديل حصصها لإنتاج النفط وسط توقعات بنخفاض الناتج الاقتصادي العالمي مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى المحمد ورغضة لإستكمال مطبقة من التسعة شكرا لك فاطيما لقي أكثر من 1300 شخص مصرعهم وفقد الملايين منازلهم في الفيضانات التي سببتها الأمطار الموسمية الغزيرة في باكستان وأوضح تقرير للهيئة الوطنية الباكستانية للتعامل مع الكوارث أن 458 طفلا من بين القتلة مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ متواصلة باستخدام القوات والمتطوعين لمروحيات وقاروارب لنقل الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل من المناطق التي غمرتها الفيضانات إلى مخيمات الإغاثة ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب الصين اليوم إلى 46 شخصا على الأقل وإصابة آخرين فضلا عن أضرار مادية وكان زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر قد ضرب منطقة جبلية في محافظة لودينج بمقاطعة سيتشوان مما أصفر عن انهيارات أرضية وأضرار في المنازل وانقطاعات في الطيار الكهربائي يذكر أن موجة حر وجفاف ضربت سيتشوان وأدت إلى نقص المياه وانقطاع الطيار الكهربائي بسبب اعتماد المقاطعة على الطاقة الكهرومائية وكان زلزال الأكثر دموية في الصين في السنوات الأخيرة هو زلزال يصل قوته إلى 7.9 درجة عام 2008 والذي قتل ما يقرب من 90 ألف شخص والآن موعد جولتنا الرياضية في نشرة التاسع نعم عودة مرة أخرى إلى فاطمة خليل إليك فاطمة شكرا محمد شكرا رغضا وأهلا بكم مجددا مشاهدين وقولة رياضية جديدة استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة المدير الفني بروزيلي جوجيريو ميكالي على استدعاء الحارسين المحترفين أحمد نادر السيد لعب فيزيلا البرتغالي وعالي نادر لعب الخور القطري سنضم الحارسان للمعسكر الثاني المنتخب والمقرر انطلاقه يوم 15 من سبتمبر الجاري استعدادا لخوض التصفية الأفريقية المؤهلة لأولمبياد فاريس استقر الجهاز الفني للمنتخب النشئين موليد 2006 على خوض مباراة ودية مع نظيره الجزائرية قبل انطلاق منافسات التصفية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما يواجه منتخب النشئين نظيره الجزائري في مباراة ودية يوم الثاني من نوفمبر القادم قبل انطلاق تصفية التي تقام بالجزائر أيضا في الفترة من الخامس إلى الخامس عشر من نوفمبر توجه المنتخب الوطني للسيدات لتنس الطولة بذهبية الفرق في بطولة أفريقيا التي أقيمت بالجزائر تغلب المنتخب الوطني للسيدات المكوم من دينا مشرف وهانا جودا ويسر حلمي على نظيره التنسي بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية تنطلق غدا مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دور أطال أوروبا وفي أبرز مواجهات الغد يحل ريال لمدريد الإسباني ضيفا على سلتك الإسكندلاندي بينما يصديف بارستان جرمان الفرنسي فريق يوفنتس الإطالية يلتقى منشستر سيتي الإنجليزي مع إشبليا الإسبانية أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تمديد عقد المدافع ريس جيمس لمدة عامين إضافيين وكانت جيمسي يرتبط بعقد مع تشيلسي حتى الصيف 2025 قبل أن يمدد بقاءه حتى 2027 لكن لم يكشف تشيلسي عن راتب جيمسي في العقد الجديد إلا أن تقارير صحصية بريطانية أشارت إلى أن اللاعب سيتقاضى 250 ألف جنيه إستليني أسبوعيا شاهدين نهاية هذه الجولة الرياضية عودة مرأة أخرى المحمد ورغضة الاستكمال شكرا لك فاطمة عقد مدلس أمناء الحوار الوطني خامس جلساته بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لمناقشة واستعراض أسماء مقرر اللجان النوعية والفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان وذلك استكمالا للمرحلة التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة وذلك تمهيدا لبدء الجلسات الفعالية للحوار بهدف الوصول إلى مهرجات تعود بالنفع على المواطنة المصرية واستعرض دياء رشوان المنصق العام للحوار الوطني خلال الجلسة ترشيحة الأطراف المختلفة التي وردت إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني والتي بلغت 350 مرشحا حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاث محاور الرئيسية السياسي والاقتصادي والمجتمعي وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الداتية للمرشحين وتخصصات وتوجهات وترشيحات السياسية وتوافق مجلس الأمناء خلال مناقشته على اختيار ستة مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للمحاور الثلاثة وهم دكتور علي الدين هلال كمقرر وأحمد كامل البحيري مقرر مساعد للمحاور السياسي وكل من دكتور أحمد جلال مقرر وعبد الفتاح الجبالي مقرر مساعد للمحاور الاقتصادية بالإضافة إلى كل من دكتور خالد عبد العزيز مقرر وهنيا أشلقامي مقرر مساعد للمحاور المجتمعي كما انتهى المجلس أيضا إلى اختيار ستة مرشحين للعمل مقررين للجان المحاور السياسي وفي ختام جلسة اليوم قرر المجلس عقد الجلسة القادمة يوم السبت القادم لتحديد أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية لكل من المحور الاقتصادي والمجتمعي والآن مشاهدين فمع أحوال الطقس مع فاطمة خليل ووقفة أخيرة في نشرة التاسع عليك فاطمة شكرا محمد شكرا نارغدا ووقفة أخيرة مشاهدين مع أحوال الطقس يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء تقصح الراطب نهارا على قهر الكبرى والوجهة البحرية والسواحل الشمالية شديد الحرارة الرطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة الرطب لأيلا على القهرى الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة الرطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقع غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية والبداية دائما من القهرى العظمى 32 صغرى 23 اسكندرية 30 24 مطروح 30 23 فورسعيد 31 25 اسماليا باعو 32 وجوها حار نسبة لي سويس 33 23 العريش 30 23 طابة 34 26 شرم الشيخ 36 29 الغرداء 35 27 وجوها أيضا حار الأقصر 38 27 أصوان 39 28 الوادي الجديد 38 25 شلاتين 36 27 حلاب 34 26 وجوها أيضا حار والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقع غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة توجيهات رئاسية بتقديم الدعم للشعب السوداني في ظل تباعيات أزمة السيول التي اكتاحت عددا من مناطقه عشية اجتماع وزراء الخارجية العرب شكري يبحث مع نظيره التونسي العلاقات التنائية ويؤكد دعم مصر الكامل لبلاده نهاية النشرة لكن التاسعة مزالت مستمرة مع الاعلامي يوسف الحسيني زكي يا رغضة زكي عبدو عاملين ايه ايه الاخبار تتوقع ايه من ليست راشس الوزير الرئيسة الوزراء البريطانية الجديدة هنشوف الفترة اللي جاية يعني النهاردة طبعا بقت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة واكيد فيه فترة او سياسات هنشوفها الفترة اللي جاية مختلفة اه يعني هو تان داونينج ستريت كده ايه بقى فيه تاني مرأة حديدية في الغالب تدخل تستقر في المكان التالتة التالتة اه التالتة مسترها علينا يا رب يعني الاتنين اللي كانوا شداد حبيتين ربنا يا مستر اشكركم يا جماعة ونبدأ بقى ان نشتغل على الحلقة بعد النهاردة احنا عديد لحد الساعة واحدة تابعونا تجدوا ما يصركم شكرا يا رغضة شكرا يا عبدو استأذلكم نبدأ فقراتنا